اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان السلطة التشريعية في مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا في دعم مسارات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معاليه يشار الى حرص واهتمام صاحب السمو الملكية وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز مستويات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة بما يصب في صالح خير وانماء البلدين والشعبين الصديقين وواصل العلاقات التاريخية الوطيدة المشتركة جاء ذلك الى ذا لقاء معالي رئيس مجلس النواب سعادة سيناتور ريكس كوت عدو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الامريكي وخلال اللقاء تم السعراض سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة وما تشهده من تطور وانمو على كافة المسارات والتأكيد على تعزيز التعاون والعمل البرلماني الثنائي بما يلبي التطلعات والغايات المنشودة المشتركة شكرا للمشاهدة